أبو بسام الحمصي من حمص أخي أبو بسام قال الرقيب إبراهيم أنه يتم توزيع المواد الإغاثية حصراً بمحسوبيات ويتم تخزين البيسة تكفي لخمسة عشر قرية في الساحل السوري لم يتم تحديد المنطقة لم يقوم بتحديد المنطقة رأيك في الموضوع تفضل أخي العزيز سأتكلم عن مدينة حمص تفضل فمدينة حمص ليست بأحسن حال من باقي المعاطق السورية من جهة مجالس المحلية أسوأ حالاً أسوأ جداً أنا دخلت على أحد المراكز الإغاثية التابعة للمجلس المحلي فوجدت الفرشات المسطرة أكثر من ألف فرشة والعلم أن المنطقة يوجد فيها ذلك المركز جميع مراكز الإيواء بحاجة إلى تلك الفرشات أحياناً الفرشي يعد لي اثنين يناموا عليها الفرشي الواحدي يعني أصدق أنه دولي جداً سيئ لماذا لا تفضلين بالفرشات هاي يعني بدأ يبيعوها ولا شو بدأوا يعملوا فيها ولا شو بدأوا يعملوا فيها لا لا ما رح يملوا يعني هي الفكرة يبدأ يبيعوها يابس إنه حتى يفوت النظام يحتل المنطقة ويسرق الفرشات يأخذون يعني هنا بأقولي ما هو منطقي الكلام يا أخي أبو بسام ما هو منطقي الكلام أنه أنا حط عندي شيء وستنى حتى يأتي حدا يسرقه هناك مصلحة بمراء الموضوع لكن هي مصلحة شخصية أكيد هي ما قلت لك إما هي مصلحة مشان والله أنا ما بعطيك حتى تجي تعطيني الولائلة حتى تصير إدعمك بالغذاء وبالأكل واللبس والمال أو بدي أحرقه ما أعطيك ياهم أو بدي أبيعوها نحن نحن نصير فينا وأكتر شيء أنه أنا مشان أكسبك أنك تصير أنت تحت إيدي أنا ما بعطيك حتى تصير تحت إيدي هي صيرة عندنا كثير نعم طيب ما شيء أجدني مداخلة بدي أراها لأستاذ المشاهدين أخي أبو بسام بارح تم عزل المجلس المحلي في قلعة المضيق والذي شارك في عزله كتائب عسكرية بالإضافة لتنسيقية والشيء الملفت للنظر أن الكتيبة الوحيدة التي لم توافق على العزل هي نفسها من تدعم هذا المجلس المحلي المعزول يعني نظر في المداخلة من أحد الناشطين وأبو بسام يعني نهاية قبل ما أنهي معك الأهل الحديث أنه ما دائتين لنهاية حلقة اليوم تفضل طيب بس لأعطيك هاي الشاري عننا أنه نحن هون المجلس المحلي مشكة الكتيبة خاصة فيه للدفاع عنه تابع إلو بكل معنى الكلمة يعني ما لا علاقة بالتحرير لا لا علاقة بالدفاع الحي أو أي شيء هي فقط شغلتها التشبيح وحمايته حماية أعضاءه باديغارد يعني نفس طماما باديغارد يعني صرنا مثل شبيحة أسد بغير معنى تقريبا أهلين شكرا جزيلا لك أخي أبدا